دايما في السينما والتلفزيون بيبقى فيه سراعات قوية اوى احنا مستنين يعني زي باتمان وفيرس سوبرمان ايرمان وكابتن امريكا في سيفل وور روك و جيسون ستيثم وفي عشرين واحد وعشرين كان فيه سراع منتظر اوى احنا مستنين مش جود زيلا فيرسيس كونج هو كرارة وساقة في نصل الاغراب جود زيلا فيرسيس كونج هو الفيلم الرابع في العالم السينمائي المونستر فيرس اللي وورنر برادر ستوديوز عملينه وبيتبع جود زيلا اللي نزل في 2014 وكونج سكال ايلاند وجود زيلا كينج او منسترز وطبعا دلوقتي كله بقى عايز يبقى عامل زي مارفل ويعمل كل حاجة عالم سينمائي حتى ولاد رزق بعالم سينمائي فهم قالك احنا عايزين نعمل المونستر فيرس ده علشان يبقى الكونكلوجين والنهاية هي جود زيلا فيرسيس كونج ونبدأ من بعدها كأنها فيز تو والمرحلة اللي بعدها الفيلم من اخراج ادم وينجارد مين ادم وينجارد ده ده راجل على باب الله ما عملش اي حاجة معروف قبل كده اخره كان بيعمل شوية افلام رعب اللي هي بتنزل في يناير وفبراير محدش بيشوفها غيره هو وقالته وبصراحة نوعية الافلام اللي في المونستر فيرس هي مش محتاجة مخرج شاطر قوي يعني مش هنجيب ستيفن سبيلبرج يعمل لنا جراسيك بارك ايه محتاجة كام حد يزبط ويعمل لنا كام اكشن سين حلوين واحنا كده مرضيين اولا وده ليه لان نوعية الافلام دي هي نوعية الافلام اللي بيسموها البوب كورن موفي افلام الفشار تتفرج كده وانت قعد تأزاز تدخل تفصل دماغك انت مش دخل عشان قصة عميقة ولا تمثيل بقى ياخد اسكر ولا الكلام ده خلاص كل اللي عايزه انك تانتخ وتتفرج على اكشن وتفصل دماغك وتقعد تنبسط بشوية اكشن مبالغ فيه وحاجة تبقى مسلية لك وطبعا في فيلم زي جودزيلا فيرسيس كونج زي ما هو باين من اسمه احنا كلنا مستنيين العركة الكبيرة جودزيلا وهو بيتخانق مع كونج ولان ماشاء الله السلسلة دي في التلت افلام اللي فاتت لازم تحشر شخصيات بني قدمين كتير انا معاك ان احنا لازم نشوف الفيلم من عينيهم اصلا هم بيحشرهم لدرجة مستفزة لدرجة ان انت بتحس رواق يا جماعة انا داخل انا قطع تذكرة عشان نشوف جودزيلا ولا عشان نشوف كونج فهنبدأ كده سريعا بتحليل الشخصيات وبعد كده نروح للتقيل نبدأ بميلي بوبي براون اللي هتفضل في نظري دايما مهما كبرت وكل الكلام ده تمثلها كان ظريف خفيف على القلب مش مطلوب منها تمثل حاجة درامية اوي بس انا عندي مشكلة معاها وده يمكن عشان انا شوفت لها انترفيوز كتير وهي ان البنت تنك اوي في نفسها تتعامل انها ميرل ستريب جيلها او جانفر لورنس او حد بقى اللي هما ايه دخل اش كام اوسكار ومشي والتناكة دي بينا شوية في الاداء يعني حتى تحس ان فيه رعونة كده وهي بتمثل بتمثل بطرف عين ونيجي لشخصيات الكوميك ريليف اولهم جولين دامسن اللي كان طلق في داد بول 2 دوره في الفيلم ده كان معقول الولد الجيكي اللي هو ماشي مع ميلي بوبي براون بس لمجرد عشان ايه يدحكنا ويخلينا نبتسم كل شوية وشخصيات الكوميك ريليف التانية هي براين تايلر هنري والراجل ده جماعة يعني اهو ده بيمثل شخصيات الاكسبوزيشن الاكسبوزيشن كاركتر دي شخصية المؤلف بيحطها عشان بيبقى مكسل يحط المعلومات اللي هو عايز يوصلها للمتفرج بطريقة ذكية شوية فبيجيب لك واحد كل دوره انهو لما يشوف حاجه احنا اول مره نشوفها معاك متفرجين يشرح حالنا بالضبط وحتى لو في سياق الطبيعي مفيش حد هيعمل كده ريباكا هولو والكزاندر سكارسجراد اهي دي بقى الشخصيات اللي ايه كانت الشخصيات الجدة بتاعت الفيلم ده دول المدرسين العربي بتاع المدرسة اهم اتكلموا كده ولازم يشرح لك الحاجه ايه بهداوة واحنا ما بنهزرش خالص حاجه في الفورمة دي ونيجي الاخر شخصيه بقى عشان ندخل على جوتزيلا كونغ وهو ديميان بشير مش عارف انا بانطق اسم بشير دي صح ولا لا بصور راجل من المكسيك انت من اول لقطة في الفيلم بتشوفه بتقول هو ده الشرير يعني حتى بساته وطريقته وكل حاجه هو بيكلمك وفي ايده كوباية الويسكي بيصحى يفطر مال يتيم يدوس على احلام الفقراء كده يعني هو دي الكاركتر بتاعته ونيجي بقى للي احنا دخلين الفيلم عشانه جوتزيلا فيرسيس كونغ فتح كلام كده الـ والجرافيكس والحياه اللي احنا وصلنا لها جما احنا في المستقبل خلص انا قاعد بتفرج انا حسن بيه كائنات حقيقه وبالعكس فيه تفاصيل جمدة جدا وواضحة في شكل جوتزيلا كمان لان جوتزيلا شكله اسعب ومتصدقه حاجه عجبتني في الفيلم ان هو مش مجرد دول اتنين وحوش كبار دخلين يلوشوا بعضه والسلام لا كين كونغ كان ليه قصه حلوه جدا وانا حسيته بطل الفيلم يعني كان فيه تركيز عليه البنيات مين مركزين عليه علشان عنده يعني سابلوت كده او قصه جانبية هي مهمة جدا للفيلم ومهمة لاخر فصل في الفيلم نجي بقى للخناقة ويعني انا مش هقول مين اللي مين اللي كسب لانه هو المخرج نفسه اعلن والستوديو اعلن انه فعلا فيه حد بيكسب في نهاية الفيلم ده انا طبعا قلت ايه ده كلام حلمان تيشي وهما بيقولوا كده بس علشان ايه احنا نحس ان احنا دخلين اتفرج على فيلم روكي بس فعلا ده بيحصل وانا مش هحرق ده خالص وده لان الرفيوهات بتبقى اصلا من غير حرق لو ما بيبقى فيه حرق بأقول لكم الفايت سينز كانت انتنس وحلوة جدا وانا بالنسبالي كنت مستمتع خلاص يا باشا انا متكيف ان انا قاعب بتفرج على جودزالا وكونج الاتنين قاعدين بيلوشوا بعض بكل الطرق بس كان فيه حاجة نقصة ما اعرفش يعني حسيت اللي هو يا جماعة احنا محتاجين نطول شوية يعني ده جودزالا فيرسس كونج الموضوع ده مش هيحصل تاني على الاقل لما يتعامل ريبوت هيبقى كمان عشر عشر سنة اعادة معهم اكتر خليهم يتخانوا اكتر يعني انا مش عايز اشوف بني ادمين في الفيلم انا مش فرق ليه اي شخصية من شخصيات البني ادمين دي خالص انا عايز اعود معهم انا عايز اشوف يعني عارف خليهم يشقلبوا بعض يضربوا بعض بمراكب يعملوا اي حاج كان فيه حاجات كتير صائعة وحاجات في الخناء اللي هو بتدحك لان الناس دي بالنسبة لها احجام العمرات لا شيء بس في نفس الوقت لا انا كنت عايز الخناء الطول تقعد تلت ساعة نص ساعة اتعلم من البقاء زاك سمايدر واقعد الفايف سين اربعين ديئة بس كانت وتالا انا الاكشن والاحتاس اللي كان بتحصل والعركة عجبتني بس لسه كنت محتاجة اكتر طبعا الكتابة والسيناريو والحبكة احنا بنتكلم في قصة كتبها طفل في خمسة ابتدائية يعني علشان بس نبقى متفقين وما فيش حاجة بيدخل الافلام دي زي ما قلتلكوا في الاول عشان الحبكة ولا تمثيل ولا الكلام ده بس فيه حاجات كتير قوي مش مبررة وحاجات كتير قوي 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 مش مشروحة لسبب الخناء هيتحس وورنر برادرز نعم شخصيتين جمدين جدا ودول حوقنا واحنا مدفعين فلوس علشان يبقى معانا جودزيلا وكون طب خليهم يتخنقوا بقى والكلام اللي هو مبينش اخصيات البناء ادمين كلام تحسه سازج او يعني انا بالعكس تحسه حاجة ايه افلام ارنولد وسيلفستر كده بتاعت التمانينات واوائل التسعينات ويمكن اكتر حاجة حجبتني بجد في الكتابة هي كانت علاقة كونج بجية انا فعلا كنت متأثر بيها والعكس تعطفت وحسيت اللي هو لا انت خلتوني انفستد في الكاركتر ونيجي بقى في الاخر هل الفيلم حل ولا لا انا هقول لكم حاجة واحد صاحبي سأل هاني لما انا دخلت الفيلم وقلت له ان انا شفته قال لي هل الفيلم ده خرجت منه شبعان الصراحة انا حاس انا كأنه اول يوم رمضان عارف انت اللي هو تحس ده احنا هنأكل بقى وهنسوي بتاع ده كل اللي انت قالت هو اصبع ورق عنا وباس شكرا بس ده اللي المخرج اكله لك هو كأن انت جعان لسه عايز تاكل اكتر بس هو حلوى اوي كده كنت حاس ان احنا لسه فيه اكتر ممكن نشوفه بس هل يا ترى ده هنشوفه اكتر في اجزاء جاية وما لسه ما اعلنوش عن اي جزء ولا اي حاجة ليه علاقة بكونج او جوتزيلة بعد الفيلم ده وهو الفيلم في العموم فيلم لطيف تشغله في يوم كده ايه وانت قاعد زهقان في اكشن سيكونس لطيفة حاجة يا دوبك هي تمشي مع مستوى المونستر فيرس او العالم السينمائي اللي هم عاملينه هو مش هيعلي عليهم اوي وفي نفس الوقت هو منزلش بالبار اوي زي جوتزيلة كينج اوف منستر السؤال هنا هلا ادخل الفيلم ده في السينما واجازف في الوقت اللي احنا فيه ده وموضوع موجة تالتة ولا لا والله يعني دي حاجة هترجع ليكو والوعي وانت لابس الكمامة ولا لا دي نقطة النقطة التانية ان انت ممكن تشوفه مقارصة بالنسبة لي جوتزيلة فيرس كوم كان وقت لطيف في السينما ما يتهيقليش هشوفه تاني كتير بس لو اشتغل مش هبقى مددائق خلص انه انا قاعد بتفرج عليه وعشان كده هدي جوتزيلة فيرس كونج تلتة نجوم وده كان رأي الشخص يقولولي رأيكو في عجبكو الفيلم ولا لا وهتشوفوه في السينما ولا هتشوفوه في البيت والسؤال تاني عايز اعرفو منوك واسبولي رأيكو برضو في في الكومنج انتو تيم جوتزيلة ولا تيم كونج ولو عجبتكو الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشوفوكو في حلقة جديدة من ريجيو ذاكي وشكرا